والحقيقة أن التعرض لمثلي لهذه القصص وأمثالها والحديث عنها ومذاكرتها ومدارستها يعني أمر يحتاجه الناس كثيرا في هذا الزمن لماذا؟ لأن الراحة وكثرة النعم قد تنسي الإنسان الإبتلاء بل قد تنسيه أنه معرض أصل للإبتلاء فيظن أن الراحة والدعة والسعة والأمن والأمان والطمأنينة وغير ذلك حقوق مكتسبة لا ينزعها أحد عنه أبدا ولذلك عندما يلم أو تلم به شيء من الملمات تجده هلوع مباشرة ما يتحمل لأي سبب لأنه لم يكن متوقعا في يوم أن يصيبه الله تبارك وتعالى بشيء من الابتلاء أو بشيء من المصائب وما أكثر هلع الناس إن الإنسان خلقها لعا إذا مسه الشر جزع وإذا مسه الخير منوع إلا المصلي الصلاة مربية وتربي في النفس الصبر من أين يأتي هذا الصبر؟ لأنها تربيه على الرضا بالقضاء والقدر وتربيه على القناعة وتربيه على التسليم فيكون العبد دائما في كل أحواله راضيا عن الله تبارك وتعالى هذا الأمر يورثه الصبر لأن الذي يراه مما يصيبه من المصائب والابتلاءات يراه هينا في مقابل رضائه عن الله تبارك وتعالى كثير من الناس كما تطرقنا لهذا في قلسات سابقة يكثرون الشكوى قد تكثر الشكوى أحيانا من النساء وقد تكثر الشكوى أحيانا من بعض الرجال كذلك نعم متزاحمة على الأبواب وراحة ما بعدها راحة وفسحة في العيش ما بعدها فسحة بيوت بالقصور وهناء وبهجة وكل شيء لكن فلان زعلان مني فلان ما يسمعني كلام زين فلانة دائما تتقصدني في العمل ما يعملون المعاملة التي تليق بي نشوف الإنسان إذا ينظر إلى نفسه دائما نظرة يعني كبيرة قد يعطي أكثر نفسه أكبر من يعني قدره أو شيء من هذا القدر فلا يتوقع إلا أن يكون ملكا بين الناس دائما فإذا ما وجد القلوب يعني شوي اختلفت عليه يرى يكثر الشكوى طبيعة الحياة أنها يعني مملوئة بالكدر لا تصفو لأحد أبدا دبلت على كدر هكذا طبعها طبع الحياة لكن ما معنى وجود الكدر أن ينسى الإنسان كل ما كان من النعم من الراحة والأمن والأمان والصفاء والسعة والرغد وغير ذلك فكثرة الشكوى معناها قلة الشكر لأن الإنسان الشاكر الموغل في شكر الله تبارك وتعالى يستشعر عطايا الله ونعمه وآلائه فمهما أصابه يقلل من الشكوى أو يبتعد عنها أو أنه يبث شكواه إلى الله تبارك وتعالى كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إلى الله وهذا من أعظم المراتب وأشرفها أن يبث العبد شكواه بين يدي خالقه وسيده ومولاه بل هذا من الأدب العظيم بل هذا من المقامات الرفيعة لماذا؟ لأنه لا يبث لا يشكو ربه إلى العباد وقد قلنا سابقا أن الشكوى تكون عندما يكثر الإنسان عرض مشكلته على الناس دون أن ينتظر منهم شيئا ينتفع به أما الذي يعرض مشكلة على طبيب فذلك أمر آخر يشكو مشكلته إلى طبيب ليجد عنده العلاج أو إلى حكيم ليجد عنده حلا أو قريب لينفس عنه شيئا من الكرب التي تحيط بالنفس وتثقل كاهلها حتى يفرغ قليلا وينفس فيستعيد نشاطه أيضا للعبادة لا بأس في دائرة صغيرة لكن أن يكثر الإنسان الشكوى في كل محطة في العمل في النادي في صالة الرياضة في المقهى في المطعم إذا لقي أحدا في أي مكان كيف أنت؟ قال والله استوال نكذا واستوال نكذا واستوال نكذا واستوال نكذا نزيل استفتح بنفسه إن تستفتحوا فقد قائكم الفتح هو من عنده هكذا يبذلوها يبذلوها نزيل فيقول ما قيت ما قيت ما شفت بوستوال نا سبحان الله صار كذا وصار كذا وصار كذا وصار كذا فهنا إنسان ينتبه ينتبه عدم التدقيق في مثله هذه الأمور تجعل الإنسان يغفل عن نفسه وكثرة الشكوى معناها قلة الشكر في كثير من الأحوال كثرة الشكوى معناها قلة الشكر لأن الذي يكثر من شكر الله تبارك وتعالى يستحضر دائما نعم الله المتزاحمة على حياته على بابه في محيطه دائما فيستحي أن ينظر إلى ما أصابه من المصائب يستحي فيتذكرها ويتحدث بها بينما في المقابل في الجهة الأخرى النعم لا حد لها ولا عد ولا تحصى ولا تستقصى ترجمة نانسي قنقر